وَالرِّدْيَا نَسُّهَا نَحْنُ نَجَحْنَا وَإِلَى الْمَجْدِ بِعَزْمٍ قَدْ وَصَلْنَا وَازَرَعْنَ جُودَنَا طُولًا اللَّيَالِي وَآتَ الْيَوْمَ الَّذِي فِيهِ حَصَدْنَا غرد يا نفسها نحن نجحنا وإلى المجد بعزم قد وصلنا وزرعنا جودنا طول الليالي معاكم مادة الكيميا ونركزها في نقاط معين إن شاء الله وإنتوا بيدوركم تمشوا على ضوء النقاط دي توسعوا القرية بتاعتكم إن شاء الله ونتمنى لكم الجميع التوفيق والسداد والنجاح وبرضو ننقل عليكم تحيات أسرة الغناء والعاملين عليها ونات التفوق ونتمنى لكم التفوق والتسجيد والنجاح إن شاء الله حنبدأ بمسألة أولى ركزوا معاي فيها وعايز أن أبيكم فيها تنبيهات شنو معينة ونتفل التنبيهات اللي بقول أكثر من الحل اللي بعمل عمل بصورة بالو مباشرة المسألة بتاعتنا بتقول غرص مسكن للألم كتلته أي وزنه اتنين واربعة من عشر جرام يحتوي على الاسبريم زوزمر الوظيفية سي دابل أو اتش تعاد لهذا الغرص مع عشرين سنتيمتر من محلول ن ا ا ا ا ا ا اتش اتنين من عشر امين السؤال أحسب نسبة الاسبريم في الغرص علما بأن الكتلة الجزئية للاسبريم بسي مئة وتمانين طيب ركز معاي شوية ونتابع العبارات دي تاني من الأول عايزك تنتبه لأنه غدتقول لي المسألة دي غريبة علينا وما مرد علينا قبل كده في المغرر بتاع الكتاب لا هي ما بيضرها تمر نفس الألفاظ لكن الأفكار موجودة عندك في الكتاب غرص مسكن للألم كتلته اتنين واربعة من عشر جرام يحتوي على مادة الاسبريم زوزمر الوظيفية الزمرة دي على الأجل انت بتعريفها هي زمرة بتاعت حمد كاربوكسيلي تعادل هذا القرص مع عشرين سنتيمتر من محلول هيدروكسيد الصوني باثنين من عشر ميم السؤال أحسب نسبة الاسبريم في القرص والكتلة الجزئية للاسبريم بساوي مية وتمانين طيب أنا عشان يعني أفهمك الحاصل دي عايزك تتابع معي الفكرة كويس جدا شنو الفكرة أني نحن عايزين نتابع أنا ده لو نيك أول حاجة علاقة المسألة دي بالحاجة اللي عندك في المغرر المعطيات دي بتقول في مادة من مادتين أنا هسي باشرح يعني ده بالحل الرسمي أحتمينا إنه دي مادة الاسبريم بيتمثل الزمر الوظيفية دي لكن الاسبريم ده مخلوطة معاه مواد أخرى ديل بيشكلوا الخلطة دي بتشكل الغرص المسكين للألم عين خلطة من مادتين الاسبريم أهو ده الاسبريم أوكي وعنا قلت الاسبريم وحتى الاسبريم لاحظ ما دوك الصيقة بتاعته الكلية أدوك الزمر الوظيفية بتاعته كويس يلا دي زمرة بتاعت شنو بتاعت الاسبريم معاي في الكلام ده أهي دي زمرة الوظيفية الخلطة دي كلها قال ليك الكتلة بتاعته اتنين وأربعة من عشر جرام ده وزن بتاعته طب الحصة ليه الحصة قال إنه الغرص ده كله الغرص ده كله إدعادل مع قائدة اسمها الصودة الكاوية الحجم بتاعته كان عشرين سنتيمتر مكعب إدعادل دي من العطيات عشرين سنتيمتر مكعب والمولارية بتاعته اتنين من عشر مين طيب السؤال سألوني ليه وشنو السؤال قال ليه دارين نسبة الاسبريم في الغرص أنا الحاجة اللي عايزك تفهمها إنه الغرص ده فيه مادة اسمها الاسبريم ومعاه مواد تانية يحتبينها زي شوية يعني علاقة المسألة دي مع الدرس في المغرر إنه مثلا بيجيك مادة تجارية يقول لك حامل تجاري أو قاعدة تجارية إنت حتعتبر إنه المثلا لو في حمض تجاري حمضه معاه شوية لو في قاعدة تجارية معناها قاعدة معاه شوية أيضا قبل كده درست عينات يقول لك عين من الرخام وبالمناسبة لما يقول لك عين من الرخام أفهم إنه برضو لو قال لك عين من الطباشين وعين من السراميك وعين من البورسلين أو غيره حد عاملة معاملة الرخام أو عينة من الأسمنت يلا هينا أنا عايزك تعتبر إنه دي خلطة من مادتين وحاتحلها بنفس درية النغاء في العينات التجارية يبقى موجودة عندك الفكرة وليس موجودة عندك المعطيات كلها بالسرط طيب السؤال كيف بجيب نسبة الإسبرين عين نسبة الإسبرين أنا عشان أجيبها لازم أعمل آت أجيب وزن الإسبرين النقي وزن الإسبرين النقي أي ما معاه المواد الأخرى على وزن الغرص كله وزن الغرص وأضربه في 100 وزن الغرص موجودة عندك اللي هو 2.4 من 10 الغرص كله وزنه موجود طيب يبقى السؤال كيف أنا هتحصل على الإسبرين النقي ده بقى دي المشكلة يا شباب الغرص ده كله بيه مكونات كله قالوا يدعادل مع مادة يسمى الصودة الكاوية يلا أنا دايرا أقول لك كلام الإسبرين يحتبر مادة حنضية لأنه زمرة تجيز زمرة حنض طالما هو مادة حنضية هو البدعادل مع القاعد يعني الفكرة جايما على شنو يا شباب إن الصودة الكاوية حتتفعل مع الإسبرين ولن تتفعل مع المواد الأخرى وأساس دي الفكرة في العينات التيارية إنه في العينة التيارية المادة النغية بتتفعل والشبايب ما بتتفعل في عينة من الرخام الكربونات الكاسيان بتتفعل المواد الأخرى ما لا ما بتتفعل في عينة من الخل عينة من الخل معناها تحتوي حنضة القليك حيدوك معايرة مع قاعدة الحنضة حيتفعل مع القاعدة والمواد الأخرى ما بتتفعل يبقى يا شباب أي درية نغاء محتمدة على أنه في طرف يتفعل والطرف الثاني ما له يا ما يتفعل طيب يلا أنا أجيزك الخطوات اللي حعملها أول خطوة حاكتب معادلة بين القاعدة والسبرين والمواد الأخرى دي حا تكون معزولة زي الشوائب قل بارك من الحتة دي طيب يبقى أنا عن طريق القاعدة حصل لحمد النغي طيب كيف حصل بعد ما أكتب المعادلة أحسب عدد مولاة القاعدة أحسب إيه؟ عدد مولاة القاعدة وبواسطة مولاة القاعدة حاجب مولاة الإسبرين اللي هو الحمد ده اللي هو دي اسم الحساب بالمول من عدد الموزولة ومجرد ما جبت عدد مولاة الإسبرين يا شباب حأضرب عدد المولات في الكتلة الجزيئية ليه؟ أذكركم بغانوم في غانوم بيقول عدد المولات بيساوي الكتلة بالجرام معين؟ الكتلة بالجرام على الكتلة الجزيئية ده غانوم معروف بالنسبة لكم مشهور جدا طيب، أنا داييرت كتلة بالجرام سأضرب عدد المولات في الكتلة الجزيئية وبالمناسبة، هو قدefني الكتلة الجزية بتاعت الإسبرين بدأني Un镶 الصيغة بتاعت الإسبرين كلها قدني الكتلة الجزيئية قلني هنا، الكتلة الجزيئية بتاعت الإسبرين 180 يبقى إذن، أنا بكتب معادلة موزولة بين الحمد والقاعدة بحسي بعدد مولاته القاعدة يا شباب وبيواصلت مولاته القاعدة بيجيب مولاته الحمد الابسبرين ومجرد معرفة عدد مولات الحمضة الإسبرين بضرب عدد المولات في الكتلة الجزائية بجين الكتلة بجرام مجرد معرفة الكتلة بجرام حاجة أخذت هنا مكان الإسبرين النقي وأكسيمها على وزن القرص واضرب في 100 أوكي؟ هتطلع معي النسبة النسبة اللي بتطلع دي يا شباب لو طلع ده 60% باقي المواد الأخرى حيكون 40% لو طلع ده 99% باقي المواد الأخرى 101% لو طلع ده 30% باقي المواد الأخرى كم 70% وهكذا حسب النسبة تطلع يلا بعدين أحفظ يبقى هسينا وريتك أن المسألة دي الفكرة بتاعتها عندك ولذلك لو جاب لك مسألة قل لك قرص بتاعة دواء مساكل للألم أو بعالج أي أداء أو قل لك مادة غزائية فيها فيتامين A مثلا أو قل لك عينة بتاعة معدن أو بتاعة سبيكة معين أو كده ما تندهش من هذه العبارات إنه البيريد عندك بيكون الفكرة إنت استوعى من المعطيات كويس مقارنة بالحاجة شنو الدلستان طيب الآن نتتبع الخطوات بتاعة حل الكلام دي أوكي؟ تابع معي خطوات الحل طيب يلا أنا قلت تليق خطوات الحل الأوجيز تليك هسي ودهي ننفذها الآن كالآت إنه يا شباب حاكتب معادلة بين الإسبرين والقاعدة الإسبرين بيتمثل الزمرة الوظيفية والقاعدة هي N A O H طيب عين للتفاعل بحصة كيف؟ شايف التفاعل؟ يا شباب التفاعل هنا القاعدة دي حيتفاعل منها ال O H حيتفاعل منها ده ال O H دي معاي هنا والإسبرين اللي هو الزمرة بتاعت الحمض دي ال O H مع لتها هيكون الماء الصوديوم ده هيجي حل المحل ال H إبقى الناتج حيتديني ملح ركز معاي هنا الحمض ده حيتديني ملح اللي هو C O O N A زائداً H2O الحاجة اللي عايزك تنتبه ليها ومهمة معاي جداً يا شباب إنه التعادل أنا ما حتجي لإنه أضرب معناها مول من القاعدة بعادل مول من الحمض وده بعدين بساعدني في الحساب بالمول من المعادة الموزونة طيب الخطوة الثانية خطوة الثانية طوالي أقول عدد مولات القاعدة المدفعلة عدد مولات القاعدة القاعدة اللي هي يا شباب هيدروكسيد والصوديو وفيه غانون آخر لعدد المولات بيقول عدد المولات بساعد المولارية في الحجم بالسنتمتر تقعيب على قيمة سابتة هي شنو؟ الألف أوكي يلا هنا المولارية الدونيلة في المعطيات 2 من 10 والحجم 20 على ألف يلا شو بحضر ركا عين في الهامش اتنين في عشرين بأربعين كويس؟ وعندي هنا في فاصة من عشرة حتي يلا الصفر دبر هيكون كده هيكون فاصة يلا بحنا حتبقى أربعة بس كده الأربعة دي يا شباب مكسومة على ألف حتبقى أربعة من ألف يبقى عدد المولات حيكون أربعة من ألف مول مين ده؟ ده عدد مولات القاعدة اللي هي الاسمها الصودة شنو؟ الكامل دي الخطوة الثانية أوكي يا شباب أنا حسبت عدد مولات القاعدة عشان يجيب بيهم مولات ده لأن السؤال ما عن القاعدة السؤال عن الاسبرين والاسبرين بيمثلوا منه بتمثلوا الزمرة دي لحظتوا الاسبرين باقي البنية بتاعته ما ما دون لها أنا بدي عامل مع الزمرة بس هنا أنا احتبرت التعادل بنسبة واحد لواحد يا شباب إذا كان واحد بيعادل واحد معناه إذا تفعلوا اثنين من ده بيعادلوا اثنين من ده ثلاثة من ده بيعادلوا ثلاثة مية من ده بيعادلوا مية طيب إذا تفعلوا أربعة من ألف من ده أربعة من ألف هنا ده حيعادلها كم؟ عدد قدرة اللي هو أربعة من ألف يلا من هنا عينه بعبر عن الكلام ده كيف؟ بقول من المعادلة من إيه؟ المعادلة عدد مولات الاسبرين اللي هو بمثله به الحمض كده يالعين هنا تساوي عدد مولات القاعدة الكلام ده بكون متين لما يكون التعادل بالنسبة شنو واحد ده واحد اوكي يبقى عدد مولات الاسبرين حيساوي نفس العدد ده ايه اوكي كده جبت خطوة مهمة جدا جدا يا شباب يلا احفظيها الفقرة جايدة اي مادة يا شباب اذا جبت عدد مولاته ها اذا جبت ايه عدد مولاته تضرب عدد المولات ده في الكتلة الجزئية طب غدا واحد يقول ليه وين الكتلة الجزئية قلت ليه كان الكتلة الجزئية من ضمن المعطيات اللي دوك لها طوال يا شباب حاقول الخطوة الجاية كتلة الاسبرين النقي كتلة شنو يا شباب الاسبرين اوكي حساوي ايه كتلة الاسبرين حساوي عدد المولات عدد المولات في الكتلة الجزئية الكلام ده مش الاسبرين لأي مادة عشان كده انا كتبت القانون عشان تضبقه على اي مادة اي مادة اللي عرفتها عدد مولاتها اضروه في الكتلة الجزئية طيب عدد مولات الاسبريم من شوية يا شباب جاني اربعة من الف مول والاسبريم قال لي الوزن الجزئي او الكتلة الجزئية بتاعته 180 خلاص الموضوع محسوم يلا هنا بعدها هندرب الشغل هنا وشوف الحاصل شنو اربعة في صفر في صفر معايا يا شباب واربعة في تمانية باثنين وتلاتين اتنين معنا الكام التلات واربعة في واحد باربعة زي التلاتة كام سبعة بس انت بلي في حاجة مهمة انت بليلي اللي هو شنو عندك هنا اربعة تلاتة خلاص صوري واحد اتنين كام ثلاتة يلا هنا هتقول واحد اتنين كام ثلاتة ولاحظ الصفر ده بعد ده بتقلال سبعمية وعشرين من الف لكن الصفر ده ما عنده غيمة يعني ما تخليه عشان يعمل لك ازعاج احتبري اتنين وسبعين من مية والتمييز جرام جرام يعني ايه دي كتلة بالجرام بس في حاجة يا شباب لازم كتلة الاسبرين تجيني اكل من كتلة الغرص ياش يعني كيف الكلام ده يعني شنو مهو الغرص جواه الاسبرين ومعه موات تاني طيب الغرص ده الكتلة بتاعته يا شباب اتنين واربعة من عشرة لا يعقل الاسبرين براو يجيني مساوي للكتلة دي او اكتر منها ما ينفع كلام زي ده لازم يجي اكل منها وفعلا الهس الرغم ده جاني اكل منها لانه لو جاك مساويه او اكتر منه معناها في خطوات دي تحاول تراجحي سأبدا الان الخطوة الاخيرة الخطوة الاخيرة خلاس يا شباب نحن وصلنا للخطوة الاخيرة وقلنا انه نسبة الاسبرين نسبة شنو يا الاسبرين ركز معاي بساوي وزن الاسبرين النقي بساوي شنو يا شباب وزن الاسبرين النقي اللي كان جي هو الغرص على وزن الغرص ها وزن الغرص والغرص يمثل الخليط الاسبرين والمواد التاني واضرب في كم مية اوكي يلا بعد ده انفز العملية بالتطبيق الرياضي انا هنا مساحة تسبورة معاي انت في الورقة بتاحتك العادية ممكن تواصل الخطوة فيه طوالي ما بدور تعملها خطوتين حتى هنا كتلة الاسبرين انا عملتها خطوتين بس المساحة اني عندي هنا ضيقة مع التصوير عرفتم هنا عدد المولات في الكتلة الجزائية خط طوالي بعده عدد المولات واصل في نفس الخطوة يعني ما تقلل نبيل الخطوات دي كده انا هنا محكوم بها بالساعة يلا يا شباب ابقى هنا حاجيب الاخر رغم جيبته الكتلة بالجرام به 72 من مية ده بمسل وزن الاسبرين النقي وزن القرص بتاع الاسبرين كم يا شباب كده وبعد ده اضرب في مية طيب ان نفرض واحد ما بيعرف يضرب يعني ضعيف جدا هذا اضعف الإيمان نحن ده ما دلنا شجع الناس اللي عندنا قلوهم ما تعرف اذا غالبتك اي حاجة خدتها النسبة كده لكن لازم تضرب يلا شوف ها تضرب اشغلني كيف عاين هنا يلا حاشيل النسبة انا قلت دي خدتها في حالة تعجز تماما اول زمني ضايق مرات تكون زمني ضايق خدتها للنسبة وامش كده اضرب في مية خد المية دي اضربها حرق بها الفاصل دي خانتين كده هتبقى عندك في الهامش هنا 72 وين انا عملت اشنو شايفين المية دي الصفرين ضربتهم هنا حرقوا لي الفاصل لسى على كم اتنين واربعة اضرب هنا في عشرة واضرب هنا في عشرة اضرب في عشرة ح involverتك اتتخلص من دي ده هنا لما تضرب في عشرة حيبقي Ortho كويس لما تضرب هنا في عشرة دي بتبقى معاك 24 بتبقى معاك كم يا شباب 24 اكسيم شرع على اثنين وهزا اضعف وضع تعملو على 2 في هال 12 واكسين دي على 2 السبع على 2 في هال 3 في هال كم يا شباب؟ 3 الباقي 1 1 و 12 في هال 6 كده 360 على 12 12 على نفسها كلها في هال 1 و 366 على 12 في هال 3 ودخولتا الصفر ده معاناها النسبة يا شباب تطلع معاي كم 30% ها النسبة هنا تطلع كم 30% دي نسبة شنو؟ نسبة الاسبرين طيب نسبة الاسبرين طلعت 30% معاناها نسبة المواد الأخرى في الغرص حتطلع كمية يا شباب 70% ليه؟ لأنه مجموع نسبة المكونات بكم 100% يلا يا شباب سريع الخطوة أعيد الكلام ده تاني بس عشان يجمع فيه زينا طيب يعني دايما المسألة ما تحفظ بها أرقامة تأخذ منها الفكرة لأنه المعطيات بتتغير والمعادلات بتتغير لكي اللي بتكرر هي الفكرة طيب الفكرة كان شنو ركز معاي سريع جدا نجمع عليك الفكرة في الاصل الفكرة إنه دي ممثل مختلطة معه مواد أخرى الخلطة دي كلها عيرا مع الصودة الكاوية الصودة الكاوية حتتفعل مع الاسبرين ولن تتفعل مع المواد الأخرى طيب التفاعل كان هو بالطريقة دي عملنا المعادلة الخطوة الثانية أدونا معلومات عن الصودة الكاوية حسبنا عدد مولادة الصودة بالمولارية كده وجبناها الرقم ده طيب مشينا للمعادلة الموزولة كانت تعادل بنسبة كم واحدة واحد من معادلة الصودة أو سريع من عدد مولادة الصودة جبنا عدد مولاة الإسبرين يلا هنا قلنا إنه من المعادلة عدد مولاة الإسبرين بيساوي عدد مولاة الصودة الكاوي مشاهدة طوال جبنا كتلة الإسبرين اللي هو عملنا إيه ضربنا عدد المولاة في الكتلة الجزئية الرغم اللي جانا ده قسمناه على وزن الغرص وضربناه في مئاتنا النسبة الماوية ابدا الكلام ده يا شباب إنه أي مسألة يجيك دايرين نسبة واحد من المكونات أعرف إنه في خلطة من مادتين أو أكتر واحدة فيهم بتتفعل والبقية ما بتتفعل الواحدة اللي بتتفعل دي حتكتب لها معادلة تفعل لشان كي لازم تبدأ بهين بكتابة معادلة شنو التفعل طيب ننتغل ليه مسألة تانية فيها قريب من هذه شنو الأفكار ركز معي المسألة التانية بتقول الآن يا شباب واحد وتمانية وتلاتين من مئة جرام جرام من كربونات الفليز إكس إكس دي يا شباب نحن لما أخذ إكس زي الفرض نسين يعني عندنا بالعربي سين صادعين بنستعملها في متغيرات في الرياضيات بالإنجليزي إكس واي زل فالعنصر ده مجهول مجهول لما معرف يعني كربونات الفليز إكس يعني قظيم ما سيكون كربونات صوديم كربونات بوتاسيوم كربونات أي فليز آخر تعادلة عيليلي كلمة تعادلة دي كويس مع خمسين من محلول حمضة الكابريتيكزو المولارية اثنين من عشر مين السؤال أحسب الكتلة الجزائية لكربونات الفليز إكس طيب يا شباب قبل شوية أنا قلت لكم بركزوا معي هنا في العبارة دي أنا حشرح لك المعطيات وحابدأ عملية الحل بعد شوية المعطيات هنا حاخدتها هنا ركز معي هنا في الحجة دي في كربونات فليز إكس أنا قلت إكس ده مجهول الكربونات دي أدوني وزنها قال لي وزنها واحد وتمانية وتلاتين من مية جرام الكربونات دي إدعادلت مع حمض اسمه حمضة الكابريتيك المعلومات عنه إنه حجمه خمسين سنتيمتر مكعب والمولارية بتاعته اثنين من عشر مين دي معاير السؤال دايني شنو؟ السؤال قال داينينا الكتلة الجزائية إيش الكتلة الجزائية؟ الكتلة الجزائية لكربونات الفليز إكس داينينا الكتلة الجزائية يا شباب أنا أذكركم بغانون اتكلمت عنه قبل شوية من شوية لا كنت أقول لكم في غانون بيقول ركز معاي في العبارة دي غانون كررته هسي وحاكره تاني عشان يثبيت فيه زينة بيقول عدد المولات عدد المولات بيساوي الكتلة بالجرام الكتلة بالشنو يا شباب بالجرام على الكتلة الجزائية أي على الوزن الجزائي المهم حتى إذا ما واضح يبدو لي لوندا ما واضح شوية عدد المولات بيساوي الكتلة بالجرام على منه؟ الكتلة الجزائية خد الكتلة الجزائية موضع للقانون يجيب مدل عدد المولات حيطلع معاك يا شباب إنه الكتلة الجزائية مش للمادة دي بس لأي مادة بيساوي الكتلة بالجرام أي الوزن بالجرام على عدد المولات على عدد المولات معايا يا شباب ده ما غانون جديد دي نتيجة من غانون قديم من هو الغانون القديم عدد المولات بسالة الكتلة بجرام على الكتلة الجزائية عدد المولات بسالة الكتلة بجرام على الكتلة الجزائية هنا يعني عدد المولات كويس ما يفرق يعني حتى القلم إذا ما ظاهر يا شباب الغانون ده نكررته قبل شوية طيب أكرر لكم باللون الأحمر هنا عدد المولات عشان يكون ظاهر يلا خلوا بالكم معي عدد المولات او ده القانون ركز معي كويس بساوي يا شباب الكتلة بالجرام ها ها الكتلة بشنو بالجرام على الكتلة الجزائية على مين يا شباب الكتلة الجزائية طب انا عايز ايه انا عايز اقول لكم شي للكتلة الجزائية دي خدتها موضع القانون هيطع ماكينة انه الكتلة بالجرام هيطع ماكينة الكتلة بالجرام على عدد المولات علمنا يا شباب عدد المولات اوكي طيب بعد ده خلاص نفكر في الموضوع ونجي نشوف ان احنا كيف ندعمل مع المعطيات ده المعطيات ده ما الحل يا شباب ده المعطيات اللي انا بدعمل معها تاني اقول لكم وزن مقدار واحد وثمانية وثلاثين من كربونات الفليز اكس اذا عادلت مع خمسين من حمضة الكبريتيكزو المولارية كم اثنين من عشر مئم السؤال ده ليه كتلة جزئية طيب نحن نقول له كتلة جزئية بسهل كتلة بالجرام على عدد المولات لو لاحصل كتلة بالجرام موجودة الرغم ده واحد وثمانية وثلاثين من مئم ايه بقنا ناقصني معلومة واحدة عشان اجيب الكتلة الجزئية مين هي اللي هي عدد المولات طيب السؤال من وين اجيب عدد المولات الفكرة دي مرد علي قبل شوية يا شباب انا بعدين حاكتب معادلة بين الحمض والقاعدة ده وبعد ما اكتب معادلة حاستغل انه الحمض في مولاريته في حجمه حاجيب عدد مولاته زي ما جيتنا قبل شوية وبالاستفادة من عدد مولات الحمض اجيب مولات القاعدة واذا عرفت مولات القاعدة اكسيم الكتلة بالجرام للتاعة القاعدة على عد اكل مولات الجزئين الكتلة الجزئيم ثلاثة خطوات الخطوة الاولى بكتب معادلة الخطوة التانية بجيب عدد مولات الحمض بواسطة مولات الحمض بجيب مولات القاعدة مجرد مع thanks again تابع معي نفيسيك الحلدة يلا يا شباب اول خانكتل المعادلة المعادلة يا شباب كربونات الفليس اكس اه كربونات الفليس اكس زايدا ايدش او اس او فور اول حاشتشو على التفاعل ده بيحصل كيف يا شباب التفاعل ده بيحصل كالآتي الكربونات دي عليها كويس حتجي الزيح سري الكابريتات المجموعة بتاعت الكابريتات عليها هنا المجموعة بتاعت الكابريتات دي يا شباب هنا دي حزيح معاي حتحل محل الكربونات هنا حتحل محل بشنو كربونات الكابريتات دي حتحل وتتحد مع الفليز اكس حتديني كابريتات الفليز اكس ركز معاي انا بوضح لك في المعادلة حتديني كده يا شباب اكسي ده كان مرتبط مع الكربونات الآن الكابريتات جات حلت محله طيب اين تسهب الكربونات الكربونات مع الهيدروجين بتتحده مع بعض بدون حاجة يسيم حمض الكربونيك معاي هنا الكربونات مع الهيدروجين بدون ايه حمض الكربونيك انت عارف حمض الكربونيك ده انستابل غير سابق بتفكك الى مكوناته الاولية طيب منه مكوناته الاولية اللي هم كالآتي يا شباب عينه وانت حافظك الكلام ده بيتفكك إلى الماء وزي الساني أكسيد الكربون وساني أكسيد الكربون ده كغاز ماله بصعد وإنت أصلاً المفروض تكون عارف يا شباب إنه من خصائص أملاح الكربونات والبي كربونات إذا تفعلت مع حمضه مخفف تحر الغاز عديم اللون يعكر ماء الجيم الغاز ده هو منه؟ غاز ساني أكسيد شنو الكربون إنتهينا من المعادلة الكويس إنه في المعادلة عائلية طلعت معانا سهلة محتاج للي حاجة مال من ده بعادل مال من ده طبعاً يا شباب التعادل لما يكون بالنسبة واحد لواحد ساهل معي لكن متنم على الخط كده ما بتضرر كل التعادلات تكون بالنسبة واحد قد يكون بالنسبة واحد لاتنين أو اتنين لواحد أو تلاتة لاتنين كده في الحال يفستعمل ضرب التبادل الأول عكسي أنت عارف طيب نمشي الخطوة الثانية الخطوة الثانية يا شباب نقول عدد مالات عدد مالات مين؟ الحم طيب غد واحد يقول لي لكن يا أستاذ السؤال معنا الحمد نعم أنا عارف السؤال معنا الحمد طيب ليش داري تجيب مولات الحمد أنا داري جيب مولات الحمد عشان يجيبهه مولات القاعدة يبقى ما تحطلل عايق كلام ده يلا الآن عدد المولات بسائل المولارية بتاعت الحمد الحمد هو بين الناس هدوني مولاريته ودوني حجمه اتنين من عشر في حجمه خمسين على قيمة سابتة هي شنو الألف معايا يا شباب طيب ركز معايا في التضريب اتنين في خمسين بيمية شباب اتنين في خمسين بيمية وهنا في فاصلة معناها هتشيل ليه الصفر ده برا ها الفاصلة هتتختي هنا الفاصلة هتشيل ليك صفر حيفضل معاك عشرة العشرة دي مكسومة تحت على ألف معاي يبقى الألف ده شيل صفر معصير هتبقى ليك واحد من مية أو واحد على مية سوري واحد على مية اللي هو بخدته كده واحد من مية مول يلا ركز معاي قل لي بارك أوكي كده عملت الخطوة الثانية اللي هو كتبت المعادلة وجيبت عدد مولة الحمد ماذا استفيد من مولة الحمد يا شباب بواسطة مولة الحمد وبجيب مولة القاعدة أوكي طالما بواسطة مولة الحمد وبجيب مولة القاعدة أنا عايزك إنه تركزين وتعادل هنا طيب عدد مولة الحمد طلعت كم واحد من مية يبقى عدد مولة القاعدة اللي هي قدره حتكون واحد من مية هتقول من المعادلة الموزونة يلا يا شباب من المعادلة مولات القاعدة X2 CO3 تساوي مولات الحن لأنه تعادل بنسبة واحد إلى واحد يلا هتساوي واحد من مية مول خلاص نحوصي للنهاية يا شباب عين أنا من قبل طيبا ليه جبت عدد مولات القاعدة ما تنسى مسبغا عندي معلومة اسمها وزن القاعدة في المعطيات فوق والآن جبت عدد مولات القاعدة أنا متفق معكم إنه في قانون بيقول الكتلة الجزائية أي الوزن الجزائي الكتلة الجزائية للقاعدة اللي هي X2 CO3 بيساوي الكتلة بجرام أي الوزن بجرام بيساوي الكتلة بجرام على عدد المولات على النمبر طيب الكتلة بجرام كانت كم؟ الكتلة بجرام يا شباب كانت كده واحد وتمانية وتلاتين من مية على عدد المولد كم واحد من مية اوكي موضوع حسن خلاص ها يلا معي هتعملين عين هنا في خانتين تضرب في مية في خانتين تضرب في مية لما تضرب فوق في مية بتبقى مية تمانية وتلاتين لما تضرب تحت في مية بتبقى كم واحد مية وتمانية وتلاتين على واحد بتديني مية تمانية وتلاتين تمانية تلاتين مية طيب السؤال التمييز هنا يا أساس خليها بدون تمييز لأنه الكتلة الجزائية يا شباب عين الكتلة الجزائية بيحتبرهن نسبة إذا خليتها بدون تمييز بتعتبرها نسبة وإذا مايزتها بتعتبرها كتلة الذرية جرامية أريك ليه إنت بت setting الأكسجين بيقولك الاكسجين بساوي الشتاشة ما قعد بتبلك تميز هنا ال هيدروجين بساوي واحد الكاربون بساوي كم legen 12 الرغم دي بدك لها بدون تمييز لأنه دي اسمها الكتلة الذرية اسمها يا شباب الكتلة الزرية يبقى في الحالة دي انت هنا ما بضرورة تخط التمييز وبعدين بالمناسبة المسألة دي بالذات انا عايزك تستفيد من خطوات ليه لانه المسألة دينا بعد شوية خطوات دي يا شباب حاستغلها في مسألة يصيب حساب مع التبلر دايرا فهمك مسألة تانية يصيب حساب مع التبلر يعني كده بكونش تغلت لك فكرتين درية النغافة العينات تجارية ثم حساب معجنه التبلر يلا انا بعدين حاجة اعيد الخطوات دي وازيد عليها الكلام ده واعمل ليك الفكرة بتاعة حساب مع التبلر اوكي طيب يلا سريعا اختصر الخطوات كتبنا معادلة موزونة حسبنا مولات الحامض بواسطة مولات الحامض جبنا مولات القاعدة استغلنا العلاقة المهمة دي انتبه لها الكتلة الجزائية للقاعدة بالسئلة الكتلة بالجرام على عدد المولات ليه المسألة دي انا دايرا ربطة مع حساب مع التبلر لانه يا شباب في حساب ما التبلر انا محتاج اجيب الكتلة الجزائية محتاج اجيب الكتلة الجزائية يلا الكتلة الجزائية بيستغل الكتلة بالجرام على عدد المولات هستغل الفكرة دي وحستغل برضو الفكرة بتاعة كتابة معادلة واشي المولادة اجيبها مولادة انا بقصد انت استفيد من الافكار لانه كلما الافكار تتكرر انت الفكرة عندك بتثبيت وبتقوى وبالتالي تستعمل هذه الافكار في حل المساء البصورة عام ان شاء الله اوكي هنخرج في فاصل قصير ان شاء الله ما تسهو بعيد ونجر اجعين بعده نواصل ونشوف حساب ما ما يسمي بيماء شنو التبلر عالق العليا يا نفس بفخر سطري شعرس للانج معنا ما لهون يوم ان جاءت خطوب بل صمدنا وابعز من قد ثبتنا عالق العليا يا نفس بفخر سطري شعرس للانج معنا ما لهون يوم ان جاءت خطوب بل صمدنا وابعز من قد ثبتنا غري في الانسها نحن نجحنا وانا المجد بعز من قد ثبتنا مرحبا بكم ابناء الطلاب نرجع للموضوع اللي كنا شغالينه قبل الفاصل قلت لكم انه نحن حسبنا كتلة جزئية لغاعدة الغاعدة دي يا شباب لو بتذكروا كانت الصيغة بتاعتها اكس تو اكس انتبه معي للصيغة دي اكس تو سي او سري عين غد واحد من الطلاب يعني يقول لي انت ليه ليه ما جبت الوزن الجزئي للقاعدة دي بانك استغليت فيه معلومات بتقوله الكتلة الزرية للأكسجين 16 والكربون 12 ولكن حتواجهك اكس اكس ده مجهول يعني اكس ده فيليز مجهول عشان كده ما حتقدر تجيبه بانك تضرب 3 في 16 والكربون 12 لانه اكس بالنسبة لك مجهول عشان كده لجأنا لانه استغلينا العلاقة بتاعتنا يا شباب اللي هو قلنا انه الكتلة الجزئية بساوي الكتلة بالجرام على عدد الموضة طيب المسألة الثانية انا زي ما قلت لك المسألة السابقة اللي اشتغلناها قبل شوية وزارك المسألة دي انا جزأت لك مسألة حساب ماء التبلر عشان تفهمها بدرجة اكتر وشوية يلا تابع معاي المسألة الجايدي المسألة الجايدي بسيطة جدا ده تشتير لي ماذا قال اذا كانت الكتلة الجزئية الجرامية للصيغة دي كلها عائلة الصيغة دي هنا من هنا الصيغة دي كلها اللي هي دي بقلها كربونات الصوديوم ضد ضد النقطة دي اخوانا بقلها ضد اكس اتشتو او شنو الكلام دي يعني دي اسمها كربونات الصوديوم المائية او المتبلرة اسمها شنو يا شباب كربونات الصوديوم المائية او المتبلرة قال اذا كان الكتلة الجزئية لهذه الصيغة كلها هي ميتين ستة وتمانين احسب غيمة اكس اكس دي يا شباب مفروض يكون في عدد هنا لو واحد معناه في جزء واحد مع تبلغ لو اتنين قد يكون واحد قد يكون خمسة قد يكون عشرة قد يكون خمسطائر أي عدد ما محدد نحن نعرفه من خلال الحسابات يبقى اكس يدعرف انه في رغم هنا شالو وخدته مكانه اكس العددنا هو بيمثلين عدد جزءات مع التبلغ يلا شوف الفكرة بنا عمل مع الموضوع يا شباب التعامل كالآتي عالي الحل بما أن في الرياضيات NA2 NA2 CO3 XH2O المادة دي كلها الصيغة دي كلها صيغة 286 طب حاعمل ايه في الهامشة يا شباب في معطيات يعني بدوك لايه اسمعك كتلة الزرية بدوك لايه في الورقة بدوك بيقول لك الاكسجين كتلة الزرية 16 والكربون كتلة الزرية 12 والهايدروجين كتلة الزرية 1 والصوديوم كتلة الزرية 23 الارغام ديها بتكون حافظ بدوك لايه طب انا عينتنا شوف انا حاعمله يا شباب المادة شايف الصيغة بتاعت الماء H2O حاجيب الماء براه اجيب لك كتلة جزائية H2O عندك الاكسجين 16 والهايدروجين 1 2 في 1 ب 2 المجموع حيكون كم 18 يبقى جزائي الماء الواحد كتلة كم 18 ثانيا حاجيب كربونات السوديوم براه بدون الماء كربونات السوديوم يلعب معي فينا حاجي عندك الاكسجين 3 في 16 زايد الكربون 12 زايد السوديوم 2 في 23 3 في 16 بـ 48 بـ 48 زايد 12 و 2 في 23 بـ 46 يبقى المجموع عاي يكون 10 16 معنا الواحد 5 6 10 كم 106 يلا شوف ده الحاد عمل البونكين يا شباب جبت الوزن الجزائي اللي ده انا حاصرت اكسي من جهتين عينه جبت الوزن وجبت الوزن بتعمل و اكسينا موجودة في النص طوالي حاجي عاوض عين الخطوة التانية يا شباب اذا الماء كثلته 18 حاقول 18 اكس زايد ده كثلته 106 المجموع ده كله بساوي 286 من هنا حاخلي اكس موضع لشنو القانون اه يبقى الشغل قطوتين انا خطيت الصيغة المتبلرة كلها و كده الحيثة اللي بعمل لديه الشرح يا قانون ما تعمل يتاوي في الامتحان اوكي في الامتحان اي حي تعمله و تانيا انا بضرب هنا في الهامش اي عمل انت تعمل في الهامش مالو طوالي حتمسع فورا بالمساحة ما تخلي اي عمل في الهامش لانو انت محاسب عليهم واضح الكلام ده فلذلك برضو تنتبه الليلة هذي التعليمات اسلال اللي بتاعنا تستعمل قلم رصاص رفيع وكويس وتكتب خفيف وتمسح طوالي على الطول يلا يا شباب انا عايز اخلي اكس حول ده مجيب مية وستة حتكون ميتين يا شباب معاي هنا ميتين ستة وتمانين حاطرح منها مية وستة طيب لما تطرح ستة لقص ستة بصفر تمانية هنا واحد مية وتمانين كده عملت ايه زايد مية وستة دي حولتها بجي بقص طلحتها من ده طيب حاطر معاي النتيجة طمنطاشر اكس تساوي مية وتمانين انا عايز اكس حاكسي هنا على طمنطاشر وحاكسي هنا على طمنطاشر الطمنطاشر مع الطمنطاشر ما لا انتهت وعلى طمنطاشر في الواحد على طمنطاشر هنا في الكم عشرة ابقى اكس بساوي عشرة مول غيمة اكس بساوي كم يا شباب عشرة مول يعني يعني الصيغة المتبلرة دي الصيغة دي كانت مكتوبة كده ركز معي أساساً الصيغة مكتوبة كده NA2CO3XH2O الصيغة دي عرفنا X دي بي عشرة معناها المفروض تكون كده NA2CO310H2O وهكذا ابقى دي صيغة اسمها صيغة مائية أو صيغة متبلرة طيب أوكي يا شباب الفكر المرد قبل شوية في المسألة قبل شوية والهنا هحل لكم بها مسألة بتاع التبلر هتلقي العملية بالنسبة لك مالة سهلة جداً جداً طيب حسي كده يذكر لها الخطوات دي لأنه هجوك في نهاية مسألة مع التبلر يلا تابع معي المسألة الجاية المسألة الجاية دي يا شباب بتقول يعني 17 و 16 من 100 جرام من كربونات الصوديوم المائية المتبلرة تعادلة عيم مع 30 سنتيمتر من محلول HCL زو المولارية أربعة من عشرة أمين أحسب غيمة X لو بتلاحظوا هنا مداني الكتلة الجزئية للمادة المتبلرة مدانية الكتلة الجزئية معنا الكتلة الجزئية سيجيبها أنا من عندي تذكروا العلاقة التي قلتها قبل كده قلت لكم أن الكتلة الجزئية بسائل كتلة بجرام على عدد المولار طيب يلا هنا أنا أول حايد دوني كتلة بجرام اللي هي 17.6 من 100 جرام من كربونات الصوديوم إذا عادل سوري مع 30 من محلول حمض الهيدروكلوريك زو المولارية أربعة من السؤال أحسب غيمة X في الصيغة المائية المتبلرة يلا أنا أشرح لك المعطيات الثانية المعطيات يا شباب هنا عينة وضح لك المعطيات في كربونات صوديوم كربونات صوديوم متبلرة فيها X المعطيات وزنة 17 و 16 من 100 جرام هذه القاعدة إذا عادلت مع حمض لأنه لم يلح قاعدة إذا عادلت مع حمض حجم 30 سنتيمتر مكعب مولاريته أربعة ميم داري قيمة X طيب أنا عشان أجيب قيمة X لازم أجيب الكتلة الجزئية لازم أجيب شنو يا شباب الكتلة الجزئية طيب أنا عنديك كتلة بجرام قبل أن أجيبتلك الكتلة بجرام على عدد المولار بدين الكتلة الجزئية إيبقى أنا عندي كتلة بجرام معنا عايز عدد المولار طيب معنا حطر عمشان المرحلة الأولى أعمال آتي عين أكتب معادلة بين الحمض ده والقاعدة بس في حاجة داري نبيها قليلا إنه التبلر خاصية فيزيائية شباب التبلر ما له خاصية فيزيائية يعني يعني ما التبلر ده بيدخل معاي في الأوزان لكن ما بيدخل معاي في التفاعلات لأنه صفة شنو فيزيائية التبلر كله صفة إزيائية طيب أنا لما يكتب المعادلة بعدين ما تتفاجئ ما حاشل معاي الماء طيب قد واحد يقول ليه الماء نحن شوين الماء أصي إن المادة دي ما تتفعل إلا كمحلول يعني بزويبها في الماء يبقى إنت لما زويب في الماء ما التبلر بيبقى جزء من الماء العادي تفقنا على الكلام ده يا شباب يلا شوف أنا حاكتب معادلة بيننا عشان كده نتبه للمعادلة المعادلة حتكون كالآت حمض الهيدروكلوريك HCL زائد كربونات الصوديوم أنبه إنه أنا ما كتبت الماء مع التبلر لأنه للمرة تانية ظاهرة التبلر ظاهرة فيزيائية ما بتدخل في التفاعلات الكيميائية التفاعل هنا الصوديوم مع الكلور حايديني ملاح اسمه كلوريد الصوديوم بس في حاجة عين الصوديوم هنا في اثنين حطر أضرب هنا في اثنين عين أضرب هنا في كم؟ في اثنين وحطر كمان أضرب هنا في اثنين ليه؟ لأن الاثنين ده حدا أسهل في الكولور طيب أوكي كده الصوديوم مع الكلور أداني ملاح كلوريد الصوديوم طيب اللي اثنين هيدريين دهل مع الكربونات بدون حمض الكربونات وحمض الكربونات يا شباب اتفقنا على إنه بيتفكك إلى الماء زي ساني أكسيد الكربون كغاز مالوق بالصعب انتهينا من المعادلة طيب الخطوة التانية عمشنا ركز كويس يا شباب الحامض ده عندي مولاريته وعنده حجمه هاجيب عدد مولات الحمض ها هاجيب شنو يا شباب عدد مولات الحمض اتشي سي أل خلي بالك بالسابع اللي هي ميم في حق بالسنتيمتر تكعيب على غيمة سابتة هي شنو الألف أوكي المولارية أربعة في تلاتين على ألف يلا يا شباب خلي بالك طيب ضرب معي أربعة في تلاتين بمئة وعشرين على كم ألف أوكي كده الصفر مع الصفر اتناشر على مية هتخدتها كده اتناشر من مية مول ده مين ده يا شباب ده عدد مولات الحمض طيب أنا ورعتك إنه السؤال معنا الحمض السؤال مع القاعدة نحدرين ريمد اكس في القاعدة أنا حسبت عدد مولات الحمض عشان نجيبهم مولات القاعدة طيب المرة دي تعادل ما واحد واحد كويس من جارة ما واحد عشان ما الناس ينوم على واحد واحد يا شباب التعادل هنا اتنين مول عين الرغم ده كم اتنين إذا ما في رغم هنا كم واحد طيب أنا عندي أنتبه إنه عندكم عندي مولات الحمض ده يجيبهم مولات شنو القاعدة ده يختلف من لو عندي مولات القاعدة وداري يجيب مولات شنو الحمض شنو ما تشتغل في تجاه واحد تكون فاهم يلا يا شباب الآن أنا بواسطة مولات الحمض داري يجيب الرغم هنا بيقول اتنين مول بعادلهم واحد دي اسما الناسبة ثابتة طيب إذا اتنين بعادلهم واحد يعني لو يتفعل اتنين يعني لو يتفعل اتنين بعادلوا واحد العلاقة د Flu الواحد ده نوصل للاثنين لو يتفعلوا اربعة بعادلهم اكام اتنين لو يتفعلوا الستة بعادلهم كام ثلاث طيب أنا تفعلوا 12 ميم ميه 12 ميم ميه دا حي عادله نصهم وهو اكسل 11 ميم ميه على اثنين العلاقة النص� دقيقه منических لين يقوم بيتها اثنين بعدله كم واحد ملاة القاعدة لو يدفع السيتة بعادله كم يلا شوف الكلام ده بعبر عنه كيف بقول هنا عين التعبير لما يجي يكتبوه بطريقة رسمية بقول من المعادلة الموزونة من المعادلة مولات القاعدة مولات القاعدة اللي هي دي نصف مولات الحمد نصف مولات الحمد يعني ما بيسابية ما زي واحد واحد جبال بيسابية يلا حاجب مولات الحمد دي كده واكسيمة على كم اتنين يلا هنا اللي هي بيجيني ستة من مية مول طيب الآن يا شباب طيب نفرض في واحد حكاية نصف دي ما ركبت في راسه يعني زي ما بقوله وما استوعبه كده طيب اديك طريق تاني الطريقة المحتعدين عليهم الناس كله انا قلت الضرب العكسي او التبادلي هي حاجة معروفة بالنسبة لينا انا عندي مولات الحمد داري جبهم مولات القاعدة عين هنا بتقول اتنين مول من الحمد بدعادل واحد مول من القاعدة طيب عدد مولات الحمد كم هنا اتناشر من مية مول بدعادل كم سيمول افرد دي سين يبقى هيت حاجب مولات القاعدة كده سين اعمل الضرب العكسي والتبادل عين سين هنا مشي غطة قدامه معامل سين معامل سين ده بتخدته تحت هنا ده ها تضرب اتناشر من مية في واحد اتناشر من مية في واحد هتلقى في النهاية اتناشر من مية مكسومة على اثنين والنتيجة بجي كم ستة من مية دي الطريقة اللي من احنا اصلا متبرسين عليها اسمها الضربة التبادل او شنو العكسي طيب اوكي الان عايزين نعمل ايه شباب عرفنا مولات القاعدة الرغم الجاني ده وقبل كده فيه كتلة بتاعت القاعدة بالجرام ان المعطى من المعطيات يعني طيب انا ها اعملي هاجيب الكتلة الجزئية بتاعت القاعدة كيف اجيب الكتلة الجزئية اللي هي الكتلة الجزئية بسرعة الكتلة بالجرام على عدد المولات يلا دي الخطوة المهمة معنا وبعد ذا حنصل لها لما يسمى بماء التبلغ يلا شوف البحصة ايه في الخطوة الجيد البحصة يا شباب هنقول انه الكتلة الجزئية اي الوزن الجزئي لكل الكربونات المائية بس ما تدفع جاء في الحيطة دي عاين لكل الكربونات المائية طيب قد واحد يقول لي يا أستاذ لكنت لما جيت دخلت في المعادل هنا ما يشيت معك الماء لكن لما جي أستعمل الوزن هيكون الماء داخل معي في الوزن عاين الكتلة الجزائية لهذه المادة بساوي الكتلة بالجرام الكتلة بالجرام على عدد المولاد على عدد شنو المولاد يلا الكتلة بالجرام أنا قلتها في المعطيات هي فوق موجودة 17 و 16 مائية ده الكتلة بالجرام عدد المولاد آخر رغم جيته ده اللي هو 6 مائية يلا شوف أنا حاختصل الكلام ده كيف واصل للنتيجة أضرب هنا في 100 حيديك 6 وأضرب هنا في 100 دي بتبقى 6 طائر صحيح تبقى 7 طائر صحيح كل العدد الصحيح هتكسيمه كده تركز معي يا شباب ها أنا حاضرب هنا في 100 دي تبقى 6 وأضرب في 100 تخلص من الفاصل حيبقى الرغم الفوق 17 16 وكله مكسوم على كم على 6 طيب 17 على 6 في الاتنين اتنين في 6 بقى كم باثناشر قللكم تابعيني بذقة شباب معاي 7 ناقص الاتنين البقى كم 5 حقومة نزل الواحدة ها الواحدة هنزلو هنا بيبقى 51 51 على 6 في الكم في التمانية 8 في 6 بقى 8 و 40 البقى كم 3 بقى 3 نزل الستة دي 36 على 6 فيها 6 يعني هنا الكتلة الجزيئية 286 ولو لاحظت قبل شوية الكتلة دي كلنا بنفسه عامل معه 286 200 كم 86 اوكي الان الكتلة دي 286 دي هي الحاجب بها قيمة اكس وقبل شوية مرض علينا الحكاية يلا شوف ها 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 أخدت المادة المتبلرة كلها بما أن NA2CO3XH2O بسائل مئتان سيتة وتمانين تتذكر قبل أن تضع لك كتلة جزئية للماء وقبل حسبناها بـ 18 وتضع لك كتلة جزئية لكاربوناتو الصوديون براها لقينها مئة وستة ستقول لك إذن 18X زائل مئة وستة بسائل مئتان سيتة وتمانين وتخلي X موضع للقانون بيجيب بنفس الطريقة قبل شوية اللي هي مقدارة عشر مول طيب يعني هنا لو لحظتها أنا كنت دارك تستفيد من المسألتين الفاتو إنه يسهل عليك مسألة ماء التبرور وضع الكلام ده والحكاية سهلة وإنه الموضوع ما فيه تكتب معادلة تحسب عدد مولاد مادة وجيبها عدد مولاد للطرف الثاني بس إنت تتحدد إنه منولة دوق عدد مولاده أشياء تجيبها العدد مولاد الثاني لأنه هسيا لو عندي عدد مولاد القاعدة وده يجب مولاد الحامض العلقة الضحف ما النص لأكيد لو ماشي قد العلقة النص يبقى لازم تحدد تكون دغير تكون حار الحاصد شنو بالنسبة ليه الموضوع طيب نطلع لمسألة بتاعة الكهربية قال استعمل تيار شدة وخمسة أمبير تيار كم يا شباب خمسة أمبير معناها الدوني التيار لمدة مية تلاتة وتسعين ثانية دي معناه نون بس في حاجة يا شباب الزمن ده لو ما كان بالثانية لازم أرجع بالثانية لأنه نحن بنتعمل مع الزمن في الحسابات نديبية الثانية في محلو كولوريد الزهب A-U-C-L-3 بالمناسبة ماذا أستفيد من معرفة صيغة كولوريد الزهب الرغم ده تلاتة التلاتة دي تكافو الزهب وإذا ما في رغم هنا واحد الواحد دي تكافو الكولوري الحاجة اللي بستفيدة هنا يا شباب إنه تكافو الزهب فا بساوي ثلاتة بعدين لو احتيت اللي في ليز الزهب دي تكافو فا بساوي ثلاتة وده اللي بطلع من الصيغة الكيميائية بين قوسين الزهب A-U-197 الرغم ده إذا ما واضح أوضح لك مية سبعة وكم وتسعين مية سبعة وتسعين دي اسمها الكتلة الزرية يلا يا شباب دي اسمها الصيغة الكيميائية اسمها شنو؟ الصيغة الكيميائية لملح اسم كولوريد الزهب أوكي؟ طيب الحصل ايه؟ هنا أنا قلت لك تستفيد من الصيغة دي التلاتة دي تكافو الزهب هنا في رغم ما مكتوب معناها واحد كده الواحد ما قاعد يكتبه الواحد دي معناها تكافو ده طيب أنا استفيدت شنو؟ إنه تكافزها بالثلاثة وذلك هنا في معلومة هنا بتقول وذلك لطلاء عائلة الكلام دي وذلك لطلاء دانيل نطلي لطلاء خاتم معدني ها لطلاء شنو يا شباب خاتم معدني بالزهب خاتم معدني يعني مأمول من معدن ويخوانا دايما الطلاء يا شباب يكون مادة رخيصة بيطلوها بمادة سمينة وغيما طلاء خاتم معدني بالزهب يعني شنو معانا الخاتم ده قد يكون معمول من الحديد من النحاس يعني حاجة رخيصة بيطلوه يعني بيعمل من بره بالزهب وذلك لطلاء خاتم معدني بالزهب في خلية تحليل كهربي في خلية يسمى خلية شنو يا شباب تحليل مالويا كهربي دا السؤال يلا يا شباب عين دا السؤال كده بصورة اوكي استعمل تيار شدته 5 امبير لمدة 193 ثانية في محلوق كلوريدة الزهب الكتلة زرية الزهب 197 وذلك لطلاء خاتم معدني بالزهب نشوف السؤال شنو واحد في زي ثلاثة اسئلة قال ما عليش انا حاطره وضع عشان القرم قبل ما كان مواضح معا شوي ما هي المادة آه مادة التي يكون منها انتبه للعبارة دي التي يكون الشباب تابعوني يكون منها منها مين مهبط الخلية حاجة يسمى مهبط مهبط شنو يا شباب الخلية السؤال ما هي المادة اللي بيكون منها المهبط وايضا السؤال تاني ما هي المادة التي يكون منها مصر عد الخلية وما هو المحلول الالتروليتي في هذه العملية ما هو المحلول الالتروليتي في هذه العملية السؤال الأخير احسب كتلة الزهب التي تم الطلاء بها اوكي حتى لو الكتاب ما واضح انا بقول لك الكلام اسمعه على الهواء يلا يا شباب قبل انا ما احل لك الكلام ده خد معاي افهم الكلام اللي بقول لك ده قبل ما انا احل المساء بيصورة عامة في عملية الطلاء يا شباب اذا عايز تطلي ساعة عندك ساعة مثلا الساعة بيطلها بالبلاتين بعناصر زي دي لو عندك ساعة مثلا من الحديد داري طلها بالبلاتين عين اي مادة دارين اطلوها بيخدوها في المهبط بتاع الجهاز يعني المهبط بيكون الساعة زائدة داري طلوها والمسعد بيكون العنصر دارين يطلبه مثلا دارين طلب الزهب حيكون الزهب دارين طلب الناكل حيكون ناكل دارين طلب الفضة حيكون شنو فضة طيب يا لدقي لو دارين نطلي ساعة ساعة بالبلاتين اعرف انه المهبط حيكون الساعة زائدة طيب المسعد حيكون البلاتين طيب المحلولة الالكتروليتي المحلولة الالكتروليتي حيكون احد املح البلاتين اي احد املح العنصر دارين نطلبه طب تاني أسببت لك الفكرة السريعة لو دارين نطلي حلي حلي يعني بالبسوعة النسادية مثلا دارين نطليها بالزهب الحلي ذاته لو حلق أو كده تخطه مهبضه ذاته والزهب يكون شنو مصعد والمحلولة الإلكترونية يكون أحد أملاح الزهب طيب لو دارين نطلي خاتم بالفضة خاتم زيدة دارين نطله بالفضة طبعا عندما بتاع فضة ما الفضة حتلاع بالفضة معنا حيكون خاتم بتاع حديد تطليب الفضة طيب حتخط الخاتم هو مهبض ذاته والفضة حتكون شنو مصعد والمحلولة الإلكترونية حيكون أحد أملاح الفضة طيب نفرض دارين نطلي سيارة كاملة بالرصاص سيارة كاملة بالرصاص السيارة حتخطها مهبض والرصاص حيكون شنو مصعد والمحلولة الإلكترونية أحد أملاح الرصاص خلاص الفكرة وضحت يلا هس نحن دارين نطلي خاتم معدني بالزهب ما هي المادة التي يكون من المهبض الإيجابة الخاتمة المعدن ليه لأنه دانين نطلعه الإيابة الخاتم المعدني هيكون هو المهبط ليه لأنه دانين نطلعه طيب ما هي المادة التي يكون منها مصعد الخلية الزهب الزهب هنا عنصر دانين نطلبه ما هو المحلول الإلكتروليتي أحد ملاح الزهب وهنا ما أقول أحد ملا لأنه دانين محلول كلوريد الزهب أقول هنا محلول كلوريد الزهب كلوريد الزهب A-U-C-L-3 لأنه دانين لي بيصدق بتاع خلاص قال لي أحسب كتلة الزهب التي تم طلابها يا شباب الكتلة البطلوبية أنا لو داي رطلي مثلا للقلم ده لو داي رطلي ببوهية حاضرة وبوهية كده يعني بخط البوهية عليهم أعرف إنه العنصر لو داي لين طلوبين عنصر تاني بيرسبوا العنصر ده عليهم يعني الوزن البطلوبية ده بيسموه الوزن المترسب نحن في التحليل الكهربائي عندنا غانون بيشير ليواو بنقول واو دي الوزن الناتج ها الوزن شنو الناتج واو الوزن الناتج واو دي عندها غانونين عندها غانون تا في نون في ذال على 96500 فيفا وعندها غانون آخر بيقول واو بيساوي هافي كاف واو دي شنو يا شباب واو دي الوزن الناتج أي المترسب أو المصاعد أثناء عملية تحليل الكهربائي يلا هنا قال لي أحسب كتلة الزهب التي يتم الطلابها أعرف إنه الكتلة دي حتكون كتلة مترسبة طيب السؤال الغانون ده بيحتمد على حيث يما المكافي الكهروكيميائي وتمييز المكافي الكهروكيميائي جرام لكل كولوم طيب ولكن الغانون ده بيحتمد على الكتلة الزر بالمناسب أنا الدوني الكتلة الزرية للزهب بيحتمد على التكافي الدوني التكافي وتع الزهب من خلال الصيغة دي إيه بي حاس تعمل الصيغة دي حاس تعمل القانون يا شباب أقول كتلة الزهب أشرها بواو بالساوي تاء في نون في ذال على 96500 فيفا ليستعملت القانون ده لأن المعطيات تتناسب مع القانون يلا عين بعد ذا نمشوفها للمعطيات المعطيات يا شباب الدوني تيار شدة 5 أمبير يلا حاخدت مكان تاء 5 نون 193 ثانية الكتلة الزرية للزهب 197 الدوني الرغم دي الدوني ليه مش يدقل فيها للراس على الرئيمة السابتة دي 96500 تكافز ذهب كم 3 خلص النفرض انه الزمن ضايقك ما يجب تختصر أكتب لي تنمية ثانية جرام لأنه الكتلة دبيت جرام لكن الآن أنا حاختصر يلا ركز معي معلش ما عندي هامش تانية أختصر فيه أختصر قدامك هنا عايزك تكسم لي الرغم ده أكسم على خمسة هنا على خمسة خمسة على نفسها فيها الواحد واكسم لي ده على خمسة ليه أنا اختبتها ده لأنه أي رغم نهاية الصفر بيقبل الجسم على خمسة عايزك يلا باكسم كده تسعة ستة خمسة صفرين على خمسة تسعة على خمسة فيها الواحد بخمسة الباقي كم أربعة نزل الستة ستة واربعين على خمسة فيها التسعة تسعة في خمسة بخمسة واربعين الباقي كم واحد نزل الخمسة دي خمستاشر خمستاشر على خمسة فيها الكم فيها التلاتة هنا خمستاشر صفر خلاص خطة الصفرين ده الفوق الرغم ده يعني كده يا شباب عين واحد تسعة تلاتة صفرين لو لحظتني لما قسمت ظهر ليه الرغم ده بيشبه الرغم ده حاستفيد انه ده على نفسه فيها الواحد وده فيها المية ده فيها المية هنا كده خلاص يلا لسه على الباقليش هنا الباقليك هنا وانا قلت ايه عمل في الهامش تشيله بره طيب هتكسم على ثلاثة هنا فيها الواحد وده على ثلاثة ما بضروري يكون بيقبل الجسم اممكن يكون فيه كسر اكسم على ثلاثة تسعة تاشر كله على ثلاثة فيها كم فيها التسعة فيها ستة سوري ستة في ثلاثة بكم بيها طمانتاشر كويس الباقي واحد سبعتاشر على ثلاثة في الخمسة خمسة في ثلاثة بكم بخمستاشر باقي اثنين خد فاصة هنا خد صفر عشرين فيها ستة طيب بكم بيه طمانطاشر الباقي اثنين هتبقى ستة دورية طيب الستة دورية دي غريبة لين اللي خانة واحدة خليها سبعة بس ما تنسى الرغم ده كله بعدين ده الرغم اللي في البسط دينا هيكون مكسومة عالمية الجسم العالمية هترجعنا خانتين هنا ده يلا النتيجة النهائية هتطلع علي كالآت يا شباب خمسة وستين يعني النتيجة النهائية هتطلع لي هنا ستة خمسة سبعة لكن كلها هتكون من الف والتمييز شنو يا جرام اوكي يبقى دي الكتلة بتاعة الزهب التي يتم الطلاء شنو بها انبه هكتاني للمرة تانية انه غير الطلاء في حاجة سيمة تنقية الشوايب يا شباب لو جاب لك قطعة بتاعة الزهب عايزين لنقوها من الشوايب عايزك تفهم انه عملية التحليق الكهرية ما بيطلع على الشوايب بيطلع على الزهب ويتخلي الشوايب قاعدة بيطلع على الزهب يترحل وين اثناء الجهاز بيرحلوا الزهب ويرسيبوا على حاجة سيمة سارية المهبط ولذلك انا لو عايز اعمل تنقية للزهب يا شباب المهبط بعمل من زهب نقي ليه عشان الزهب دي يطلع من الشوايب يترسب على الزهب نقي ما يختلط مع مادة تانية والمصعد المصعد بعمله من الزهب الدايرة التنقيه زعته والمحلول الالكتروليتي بكون احد املاح الزهب يعني عايز اعمل تنقيه لزهب المهبط حعمله زهب نقي والمصعد حعمله زهب القير نقي والمحلول الالكتروليتي احد املاح الزهب طب عايز اعمل تنقيه لبلاتين المهبط حعمله من بلاتين والمصعد حعمله من البلاتين القير نقي اي المراد تنقيهته والمحلول الالكتروليتي احد املاح البلاتين عشان كده ما تلخبط بين عملية تنغية الفلزات من الشوايب وعملية الضلاء بالكهرباء ان شاء الله عندنا حصة بتاعة المراجعة تانية نواصل فيها محتطفات من المغرر طبعا يا شباب حصة التلفزيون ما تغطي لكم كل الكلام لكن بنتديكم هيدلاينز أي خطوط عريضة كده وانت بتمش تقرأ عليها ونتمنى لكم كل التوفيق وكل السداد وكل النجاح ولكم تحياتي أستاذ كامال دوليب وتحيات غنات التفوق وهذه الغنات تتمنى لكم دائما التفوق وهي بتقدم لكم خدماتها والساعدكم في أكاديمياتكم أرجو أن تشكروها على هذا العمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة